السلام عليكم أخواتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار بلادي كثير من الأمور تحدث في العالم الآن وأيضا في الجزائر تسونامي تضرب الاقتصاد العالمي يعني بين قصين البورصات الأمريكية تهبط تسويسيدي أيضا أنا ركي نوع من الفيديوهات المتداولة للرئيس عبد المجيد تبوني وكرم أصحاب الشهادات المتوفقين في شهادات الباكالوريا ولكن أيضا حدث فيديو جميل جدا لصاحب المركز الأول في منافسة لندن لدرجة أن الرئيس تبون تأثر بهذا الموضوع لنشاركوا معكم الفيديو هذا خوتي أما بخصوص خارج الجزائر أيضا الأمر المتعلق بالجزائر هو أن ياسر العطا وهو قاعد الجيش السوداني يهجم الإمارات بنفس العبارات التي استخدمها الرئيس عبد المجيد تبون رح فيجأكم وشح تسمعوا خوتي كما قلت لكم خاطئ يعني أمور خاطئة تحدث في العالم وكل يميصر جديد أولا روسيا رح تقول بل أوكرانيا تستلم أسلحة نووية من الغرب يعني بانق عوسين الغرب هذا رح يحوس يدخل العالم في حرب عالمية وردوكم نشوفوا نتأكدوا مساحة هذا الخبر أيضا في الأخبار كان هناك قصف من حزب الله استهدف شمال إسرائيل أدى إلى إصابة 19 إسرائيلي وموت بعضهم أشارك معكم كل هذا خوتي في هذا الفيديو وعدنا بعض المواضيع الأخرى لإذا كفنا الوقت نشاركهم معكم نحن نحكي لكم على ما الذي يحدث في بنغلاديش فهذه الثورة تحت بنغلاديش يعني عندها أيام ومش يصرات مليون فقط ولكن يبدو أنه هذا الحراك الشعبي العنيم في التاحهم يعني قدر يغلب حتى الحكومة بالجيش تاحها رهم طرد الحكومة رهم عاولين على التغيير الشامل ونرد لكم تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع قبل أن نبدأ خوتي وأخوتيتي الله يحفظكم فكروحوا وأهبطوا اكليكوون على زر اللايك على بلد دائما نعود لكم خوتي ولكن كيف نفكركم بهذا باش ما تنسوش وأنه هذا الأمر أيضا رح يدعم القناة التانية بزيف صحيتو اكليكوون على زر اللايك وفترككم زيدوا واشتركونا في القناة وفعلوا الجرس باختصار خوتي باش تكونوا ملمين فقط لما يحدث في العالم خلوني يشارك معاكم ما الذي يحدث في بنغلاديش بنغلاديش الآن حدث فيها حراك شعبي واحتجاجات يعني لدرجة أن الشعب كومبلي اخرج يحتج في بنغلاديش وباش نكونوا دقيقين يعني مصدر هذه الاحتجاجات كانت من الطلاب بتاع بنغلاديش لأنه القرح تهم يقرأ ويكملوا القرية وانه اللي يخرجوا المؤسسات كومبلي مديرة ديجا عقد مسبق مع الناس ما مش أصلا طالب يخرجوا ويخرجوا ويخدموا في بلاصتهم يعني بين قوسين مية بالمية من الطلاب اللي يخرجوا من الجامعات يتم توظيف منهم فقط عاشرة بالمية ملوخلين يقعدوا بطالين ولا روحوا يديروا خدمة تتاع الفقاراء هذا أمر ما عجبش الشعب بنغلاديش وخرجوا في احتجاجات ضخمة شوفوا شي تقول جديدات الوقت عن حول هذا الموضوع هنا يرامي هبطوا هذا التمثال شخصية كبيرة في بنغلاديش يعني مؤسس بنغلاديش قال لك تغيير السياقات والجغرافية ربما قال لك لكن قرار الشعب دائم ينتصر في وجه الظلم والاستبداد مشهد تاريخي في بنغلاديش هذه مروحية رئاسية الحكومة الشيخة حسينة واجد هربت من بنغلاديش المرأة المتسلطة التي حاكمت البلد 15 عاما عانى فيها البنغال من ويلات السلطة والتضييق على الحريات لهيك عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية حادة وتفجر الغضب الشعبي بعد إصدار حسينة أمرا بوضع نظام جديد لحصص الوظائف الحكومية هذا هو اللي قلت لك قلق الشعب الله يخص 30% لأفراد عائلات المقاتلين الذين شاركوا في حرب الانفصال عن باكستان عام 1971 وهو ما رفضه وغالبية الشعب الذي نزل إلى الشارع وطلب بإسقاط الحكومة تع الشيخة حسينة التي قابلت الاحتجاجات بالقمع والقتل يعني لدرجة كانوا فيها قتل هذا الاحتجاجات لكن الشعب كان صائر وغاضب لدرجة أنه قاعدت خارجوا للشارع وكما علباكم مغلاديش فيها بزيف الناس وخرجوا وقتحموا مبنى الحكومة في داكار قل لك لي تجد رئيسة الحكومة نفسها مرغمة على الاستقالة ليست وحسب الاستقال لم يكن شرح تسلكها كالنزم تهرب وهربت على الفور في علامة المروحية ذيك شفناها أخوتي إلى الهند وانتهى زمن التسلط وانتصر الشعب ولكن أخوتي الشعب ما سكتش هنا يعني ما حباش هنا ما خليش السلطة تاعه هي اللي تحدد نفسها وإنما هو اللي خير الممثيل لنتاعه وخرجوا ثلاثة طلاب يمثلوا بنغلاديش وهو مليك أن يعاينوا الحكومة الانتقالية بذ مجح حكومة انتخب عيها الشعب شراكم أخوتي فيما يحدث في بنغلاديش خبرونا لكم في تحليقاتي أنا اختصرت لكم واحدة ثلاثة شهر تحت جاجات في زوجت قائقي أمام ما يحدث في السودان فأيضا من أبشع الأمور لا يتحدث في العالم وأيضا ورائها شكون الإمارات لأن الإمارات رحبت تسرق الذهب السوداني مرش دارت نوضت عندهم المشاكل وتفاهمت مع قوة الدعم السريع مقابل سرق ثروة البلد هذا الأمر أغضب الحكام السودانيين الجزائر كشفت حقيقة السودان أمام الإعلام العالمي ورائها مباشرة أبدأنا نسمعوا حكام السودانيين أيضا يبدوا يهجموا الإمارات بنفس العبارات لهجم بها الرئيس عبد المجيد تبون النظام الإماراتي أسمعوا وشكال ياسر العاطة وهو مساعد قائد الجيش السوداني يدخلونها في عيال زايد حكام أبو ظبي الشياطين العرب ربنا يعني ويهم لعمل الشر فأي أرض يدخلونها في أفريقيا أو في المنطقة العربية يدخل معهم الشر تماما وشكال الرئيس عبد المجيد تبون إذا كم شايفين خابتوا يقالهم هذا البلد العربي اللي نورمال ما يكون شقيق أي بلد يدخله إلا ويخلي وراه لطراسطها الدم هذا الرئيس تبون قالها خابتوا إذا كم شايفين في الحقيقة أيضا بخصوص ياسر العطة هذه ليست أول مرة يهجم فيها الإماراتيين وأنهم هم سبب خراب بلده وإنما هذه المرة الثالفة ولا الرابعة أعلم والشعب السوداني يعلم ودول الجوار والإغليم والعالم والأمم والمتحدة والدول العظمى والصغرى تعلم تماما بأنهم يدعمون مش يدعمون هم الذين يديرون هذه الحرب من أبو ظبي وبغرفة عمليات وبدعم للغتال ومتوالي كانت هناك الكثير من محاولات التفاوض بين طرفي النزاع أحيانا كنت نظن أن أصلا بلهة الحرب خلاصة لكن يكون للإمارات تفكير آخر وتعود تندلع من جديد تمرش لكم أخوتي في هذا الأمر خبرونا لكم في تحليقات بخصوص ما يحدث في العالم لكم جول جزائر خاتمة قلقوشة اقتصاد العالم الآن بداية كاركار والضربة بدأت من اليابان بعدما قامت اليابان برفع قيمة تعال فائدة في البنوك لأنها رفعت قيمة العملات التاحة ولكن هذا الأمر كان له انعكاسات مرعبة على اقتصاد العالم قال لك انهيارات السواق الأسهم العالمية مصحوبة بمخاوف حقيقية من أن أكبر اقتصاد في العالم يتجه نحو الركود وهنا المقصود هي أمريكا قال لك يأتي ذلك بعد أن أظهرت أرقام طالبات البطالة الرسمية في الملت المتحدة الأمريكية ليست الخميس عددا مفاجئا من الأمريكيين العاطينين عن العمل هذا بخصوص ما يحدث في العالم من أمور مرعبة قرأت هذا الخبر نشراته الأحداث الأمريكية روسيا قالت أن أكرانيا تستلم أسلحة نووية من الغرب صراحة أن هذا الخبر جاني بيزار خصوصا أنه الصفحة اللي نشرتها عندها زوج ملين ومئة ألف مشترك وتنشر الأخبار الرسمية فقلت بيزار جون علامة سمعش بدأ الأخبار رح تحاوست عليه صراحة ملقي تحت أخبار يثبت هذا الأمر بأن روسيا صح قالتها يعني أقرب خبر إليه هو نشرته قناة RT عندها شهر ونص قالت بلي الغرب هما أول هالك الغرب سيكون أول من يستخدم الأسلحة النووية ضد روسيا ولكن في نفس الوقت روسيا توعدت وقالت لهم بلي أنا إذا قاسني سيروخ نووي الدول الأوروبية ستكون هدفا سهلا لسبب يعني نقص العدد الكافي من الأسلحة النووية لديهم ربما حتى قبل ما تبدأ تطلقهم روسيا تمسحهم أنتم مرشاكم في هذا الخبر خاطئ حول أوكرانيا تسلبت أسلحة نووية من الغرب هل ترون أن هذا الأمر صحيح؟ يعني الغرب ربما يريد مصالحه ولكن ليس غابي لدرجة أنه يعطي سلاح نووي لأوكرانيا يعني رح تكون النهاية بالنسبة لهم كلهم في الأخبار أيضا كان هناك مسيرات لبنانية تسببت في هلع وفوضى بإسرائيل يعني في شمال فلسطين المحتلة هذه المسيرات خلوتي تم التقاطها بالفيديو وأدت إلى قتل بعض المستوطنين هل تقولك قتيل ومصاب جراء وقوع انفجار مدوي في مستوطنة نهاريا شمال إسرائيل سببته مسيرات انطلقت من جنوب لبنان يعني حزب الله بين قالك استهداف حزب الله في نهاريا أسفر عن إصابة 19 إسرائيلي وعددا منهم حالتهم خطيرة جدا أيضا جزيلا الآن راهيم ديرا لايف وريد تتحدث على هذا الموضوع قالك الحرب على غزة مباشر نصر الله يتوعد إسرائيل وخسائر للاحتلال بغزة والضفة أيضا بخصوص تفاصيل حول هذا الموضوع إسرائيل حما قالت بلي في الحقيقة هذا ساروخ اعتراضي وليس طائرة مسيرة من حزب الله يعني بين قوسين هذا الساروخ تاع القبة الحديدية تعنا وما هو ش ساروخ جاي من عند حزب الله يعني القيصة هذه اتكررت بزيب خافتي تاع الساروخ الاعتراضي لأخطاء الهدف تاعه وقاص شمال إسرائيل إسرائيل زوج مراتي إذا كم شايفين في المنطقة السورية وين ماتوا تسع سوريين أيضا قال لك ساروخ اعتراضي أخطاء هدفه فنتم ورشاكم في هذا الموضوع خوتي خبروناكم في تعريقاته في هذا الفيديو خوتي نشارك معكم الرئيس عبد المجيد تابون أثناء تكريمه لأصحاب والمتحصين على شهادات الباكالوريا الأوائل يعني هناك ما كم تشوفوا رهي يقوم الرئيس عبد المجيد تابون بتكريم المتفوق الأول وزيد أيضا كرم المتفوق الثانية والثالثة وكرم حتى المتفوقين من أصحاب الهمم يعني مش هنشارك معكم كل الفيديوهات لأنه الفيديو راح يكون طويل جدا لكن اللقطات التي أثارت اهتمام الكثير من الجزائريين هي هذه هذا خوتي نابغة جزائري تحصل على الميدالية الذهبية في أولمبيات لندن للرياضيات نعم الرياضيات فيها أولمبيات خوتي لكن اللقطة جميلة جدا شوفوها قاتب لما نهضر بزيف هدا الميدالية تاعو الذهبية للرئيس عبد المجيد تابون هل كان رئيس تابون راح يعطيه الميدالية تاعو هدا الأمر خلى كل الحضور فرحاني يضحكم العينه هاليك حتى الحارس الجمهوري كانوا يضحكم فرحاني من ذا الموضوع سيدي رئيس الجمهورية من السنة الثالثة وقد توج مرتين فنجح في شهادة البكالوريا بمعدل 18 سنة الله يبارك أجراكم خوتي في هذا الفيديو خبرونا لكم في التعليقات كانت عدنا بعض الموضع الأخرى خوتي ليشاركوه معاكم ولكن للأسف ما كفينش الوقت نحبسه هنا إذا عجبكم هذا الفيديوكم عارفين شديره خوتي الله أحفظكم أكليكيونا على زر اللايك هذا الأمر راح يدعمنا بزيف اشتركونا في القناة فعلوا الجرس نشكركم جزيرة شكر على المشاهدة وسنلتقي إن شاء الله مع المزيد من الأخبار والمواضيع إلى اللقاء